نتمنى أن تاكا يعود مجدداً وتعود الحركة الطبيعية حركة السياح كمان والتبادل التجاري أنتم عارفين مجرد تأثيرات بتكون في المحيط بالذات أن شرق السودان هو معبر لكثير جداً من الدول خاصة في التبادل التجاري وشرقنا الحبيب بذات الحب اللي تغنوا له كثير جداً من الشعراء تحيل الإيف في الجماعة ما بين الحلنقي وأستاذنا التاج مكي عبر صباح الأشرق الآن ودائماً نتمنى أن نفس التعايش السلم الكام في وعاء القيادة العامة اللي جمع كل أهل السودان في محيط واحد أنه ينتشر في كل بقع وطننا الحبيب المشاكل دائماً والخلافات بيتحل بالهداوة وبالسلام ما بأخذ الشيء باليد وإنما أيضاً بالقانون نحن سعداء أنه ينضم لينا دكتور سامي محمود الخير عضو مبادرون من أجل التعايش السلمي بكسلة الحديث أكثر أهلاً وسهلاً صباحاً خير صباحاً نور أستاذ حمزة وشكراً على الاستضافة الله يكرمك جميل أنه شفنا كم مبادرة يعني بنسبة لشرقنا الحبيب حتى أنه يعود الشمل مجدداً يعني يعود التعايش يعني لكن هذه مبادرة تحمل كثير جداً من التفاصيل والأفكار وممكن حتى من المساعدات اللي بتصل لأهلنا برداً والسلام نتكلم عن مبادرون من أجل التعايش السلمي هل كانت بمجرد اندلاع المشكلة ولا أصلاً كانت تقتلها من بدل هي حقيقةً كسلة كانت على مدى التاريخ بلد بتاع التمازج قبلي من إثنيات مختلفة صحيح وكانوا الناس بيعايشوا في سلام لفترة طويلة حقيقةً المبادرة حقيقةً بدت فعلياً حتى قبل الأحداث الأخيرة وكان الهدف منها رتق النسيج الاجتماعي للمواطنين في ولاية كسلة لأنها كانت عبارة عن جنة الناس يعيشوا في سلم ويعيشوا مع بعض ويتزاوجوا ويتصاهروا كمان وما كان في مشاكل زي ذي كان في أحداث سياسية معينة أدت لتفجر الأوضاع بالشكل الحالي فتداعى أبناء كسلة أبناء كسلة في الخرطوم أبناء كسلة في السودان كله أبناء كسلة في الخارج في المهجر في أمريكا في بريطانيا في كل الحتات دي حاولوا أن يعملوا مبادرة يسمى مبادرون من أجل التعايش السلمي وإحنا بنختصر في كلمة معاك وعند أهداف معينة وعند أغراض معينة أبرز الأهداف شنو؟ الأهداف بالذات يعني نبز الاستفافة القبلي يعني الحاجة دي بالذات بعد الثورة ما بتشبهنا يعني الثورة اللي حصلت دي هي حجيب دولة هي دولة مدنية دولة المواطنة دموغراطية ما ممكن يكون الناس يرجعوا لتاني مربع الأول إنه قبيلتش نو قبيلتش فالهدف الأول كان منها هو نبز الاستفافة القبلي ده ورفض استخدام القبيلة للوصول لمكاسب شخصية أو جمعية أيضا رفض استخدام القبائل للوصول لأهداف سياسية من الأحزاب السياسية وفي نفس الوقت الناس يعني يصلوا لطريقة للتعايش والتوافق مع بعض بحيث أنه إحنا نبني دولة المدنية صحيح فالشباب كسل تداعو من داخل الوطن وخارج الوطن لتنفيذ المبادرة دي وعملوا وثيقة والوثيقة دي وثيقة جميلة جدا 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 من ثلاث أربع صفحات فيها كل التفاصيل دي فيها تعريف بإنسان كسل فيها تعريف بالأسباب فيها توضيح للأهداف والآليات اللي إحنا حنعملها عشان نصل للتوافق السلمي دكتور سامي أنت ذكرت حاجة جميلة جدا أنه شرق السودان عموما وبالتحديد كسل بما أنه الميناء والتفاصيل التجارية هي منطقة تمازج يعني وتصالح وتسامح يعني والحدث ذا نحن أصلا ما تخيل أن يحدث في شرق السودان يعني لكن امتداد لأيدي خفية كثيرة جدا لا نتمنى أن تعود مجددا لو تكلمنا عن التغيير اللي حصل له التغيير كان الشعار حرية سلام وعدالة وأي شعار أو أي كلمة بتحمل في مدلولات الكثير يعني إحنا عايزنا التغيير ما فقط بيكون تغيير أنظمة إنه ما هو تغيير مفاهيم كثيرة جدا كيف ممكن نرتقي بالمفهوم العام بوحدة الصف ونبذة الجهوية يعني زي ما أنت قلت يا أستاذ حمزة إنسان شرق السودان بمختلف مكوناته كان معروف بالسلم كان ذو المسالم وأنا بفتكر إنه حتى الآن هو إنسان مسالم يعني ما ذو النهيب ما ذو الحرابة ما ذو الاعتداء دائما بيهتم بقضاياه بأسرته بشخصه لكن الاستفاف القبل الأخير جزء منه كانوا سياسيين إحنا كمبادر عايزين نشتغل على مستوى المجتمع المدني على مستوى الجماهير إنه إحنا نوريهم أهمية رتق النسيج الاجتماعي في مبادرات كثيرة زي ما أنت ذكرتها في مبادرات حاولت تتصل بإدارة الحكم المحلي مثلاً وفي مبادرات مشت في اتجاهات أخرى لكن الشيء المميز في مبادرتنا دي أول حاجة إنه هي مبادرة بتعتمد أساساً على تحريك المجتمع وبتعتمد على النفس الطويل إحنا عايزين نوري للناس إنه في يعني إيجابيات كثيرة جداً جداً لإنه الناس يعني يعيشوا مع بعض في سلام ويتناسبوا ويتصاهروا ويتزاوجوا من خلال آليات معينة أول الآليات دي هي الدولة نفسها يعني الدولة اللي الحالياً الموجودة حكومة الثورة واحدة من مهماتها الأساسية تعزيز دور المواطنة بالضبط لأنه كسلة هي بتمثل سودان مصغر يعني لا لا العرق لا ليك نعم والحاجة دي زي ما بتنطبق على كسلة بتنطبق على مدن كثيرة في السودان في كوستي في القرطوم في مدني في اللغة ليه سودان مصغر يعني بالضبط كده فالدولة عندها دور مهم جداً لازم تطلع به وعشان كده في الوسيقة بتاعت المبادرة إحنا ذاكرين واجبات الدولة نمر واحد تعزيز دور المواطنة تعزيز حقوق الإنسان إنه هؤلاء السودانيين متساوين في الحقوق والواجبات تعزيز الأمن الشرطة حسنا سعيدين جداً جداً إنه الفريق أول عز الدين الشيخ اللي هو مدير عام قوات الشرطة واللي هو واحد من أكسلة قعد في المدينة أكثر من أسبوع وقدر لحد كبير تهدئة الأوضاع الأمنية وده كنا بنقوله في المبادرة اللي هو فرض هيبة الدولة بالضبط فالفريق عز الدين الشيخ ومن هنا أنا بشكره بإسم المبادرة وبإسم أبناء كسلة قدر يفرض هيبة الدولة اللي إحنا كنا بالنادي بها واحدة من الآليات برضو القوانين يعني لازم تكون في قوانين عشان تنبز الجهوية والعنصرية ويقصى بعض الأطراف لأنه المواطنة دي متساوية تنفيذ هذه القوانين يعني أنت لازم يكون عندك جهة معينة لمراقبة المعلوماتية لمراقبة الناس الداخل السودان والخارج السودان اللي بيدعو للعنصوري الحاجة دي ما نشأت من فراء في أصوات نشاز من داخل كسلة ومن خارج كسلة هي اللي كانت سبب في تأجيج الصراع القبلي فالدولة جزء من فرض الهيبة هو جرائم المعلوماتية إدارة الحكم المحلي برضو يعني واحد منهم حتى يدعم الخارجي لتفاصيل الآثار اللي ترتبت جرائم في شرقنا الحبيب زي ما عارف يا فساس حمزة كل الأراضي بدت إسفيريا وبعد ذلك نزلت لأرض الواقع إسفيريا تدعو أولاد كسلة وعملوا واتساب جروب وعملوا فيسبوك بيج وتكلموا عن الوثيقة وانتجوها وطبعوها بشكل جميل جدا جدا وتم تقديمة لأعظام جديد السيادة وحيس في خطط لتقديمها لمجلس الوزراء وللنجاح العام على أرض الواقع في أبناء كسلة شغالين تم تدشين المبادرة دي في مدينة كسلة في وجود عمدة كسلة وفي وجود الفريق أول عزد الدين الشيخ اللي هو تبنى المبادرة أنا الأقصد دكتور سامي برضو بعد كلامك الطيب ده إنه المبادرة دي ما عزنا تقي فقط عند الحاصل في كسلة الآن إنه مبادرون بما إنه جمعت كل أبناء كسلة بالداخل والخارج إنه تمضي نحو البناء والتعمير وهو جزو من الشعار الكبير حنبنيهو كيف ممكن أبناء كسلة يساعدوا في نهضة المنطقة يعني ونحن بنتكلم عنه التماثق جداي يعني حتى أبناء كسلة سواء كان يعني مختلفة للجنسيات والسحنات يعني نعم هو التشبيت شي مهم جدا جدا نحن مشبكين مع كمية من منظمات المجتمع المدني ما قال من ستة من المنظمات دي بنعمل في شغل توعوي مجتمعي بنعمل في جداريات بنعمل في فيديو كليبس عن التماسق بندعو برضو أو بنظم في حاجات توعوية باللهجات المحلية لأنه عندنا مواطن في شرق السودان لا يتقن العربية بالضبط زي ما موجود في شمال السودان عندنا مواطنين لا يتقنون العربية بالثراء السودة نعم فلازم أنت لما تتكلم معامل سواء كان بالراديو أو بالتلفزيون التلفزيون أو كده لازم يكون الكلام باللهجة المحلية عندنا محاولات لرأب الصدع بين القيادات زادة لرأب الصدع بين الأسر لتكميم لمساعدة المرضى الجرحة لمواساة زيارة الناس اللي استشهدوا في الأحداث دي في جداريات حسد عملت في كسلة تدعو للتوافق الاجتماعي فإحنا موجودين في أرض الواقع في حسد مساهمات مالية بيتم جمعة من داخل وخارج السودان لعمل حاجات محسوسة إحنا ورجعنا لوري شوية شوية أستاذ حمزة التعليم برضو مشكلة هنا نفسي صحي يعني أنت الكلام محيين لكن التعليم مدى سنين طويلة مهم لتغيير البنية التفكيرية دي التوفير المعينات الأساسية من صحة ومواصلة وخدمات بتخلي إنسان يعين لمفهوم الوطن الكبير بالضب أكثر من مفهوم غريتي ومنطقتي وقبيلتي فإن شاء الله الأمور تمشي كويس وإحنا متفألين ونفسنا طويل زي ما قلت إن شاء الله لأنه أهل الحارة والوجعة لو تكلمنا برضو في جانب آخر إحنا بنعيش الآن الظروف سبحان الله يعني من الحكومة الانتقالية دي مسكت مقاليد السلطة كل الأزمات المتلاحقة يعني سواء كان أزمة الكورونا الأزمة الاقتصادية الاقتصاد المنهار الآن أزمة السيول والفيضانات والأزمات اللي بتأتي على شكل خلافات في مجتمعاتنا السودانية لو تكلمنا المنجز الفعل الحقيقي نحنا تكلمنا عن التنمية العامة هل هي بس المبادرة الآن نزلت الوثيقة اللي وجهت للجهات الرسمية ولا فيه دعم حقيقي يوصل على عرض الواقع المتأثري الدعم لسه ما وصل لأنه نحن في مرحلة جمع الدعم نها لكن على الأسافير تم جمع الأموال وكذا لكن الحكاية الدعم ذاته حيوجه للحاجات الثقافية الشعبية المجتمعية طيب في ذات النقطة قدر كيف ممكن الفنون والدراما والتفاصيل الثقافية اللي بتنوع بها شرقنا الحبيب وكمان نحن قلنا الشرك ده صودان مصغر كل منطقة أو كل قبيلة عندها ثقافة ممكن تنشورها قدر كيف ممكن الفنون والثقافة ممكن تشكل لنا سلام داخل مجتمعي غير السلام الكبير نحن نصب له ويتحقق يعني أنا أفتكر الدراما والثقافة عندها دور كبير جدا جدا ودي الشراكة اللي حسي عاملنا مع منظمات المجتمع المدني لإنتاج مثلا فيديوهات صغيرة بيكون مشاركين فيها ناس من مختلف الإثنيات أو القبائل الموجودة في شرق السودان عشان يعملوا فيديو كليب صغير يوريوا الناس ويناس كيف يدعيشوا سلميا في أغاني في أناشيد في جداريات ممكن الناس يمشوا يعني مثلا واحدة من الحياة اللي حنعملها حنتكلم مع وكلاء نيابة نسقفهم عن موضوع السلم الاجتماعي عن القوانين الحقوق والواجبات الحقوق والواجبات في مبادرة عشان نتكلم مع المعلمين لأن المعلمين بيقدر يوصلوا الرسالة للطلاب بالضبط المؤثرين يعني نعم فديو كلها الثقافة والدراما مهمة جدا جدا وبالزات باللهجات المحلية والشغل تشتغلناه وبدلي قبل المبادرة ردي مثلا لما جات موضوع الشيكنغونيا أو الكنكش في مبادرة من بعض الأطباء السودانيين وليان المقاومة في كسلة اتعاملت فيديو كليبات ودراما لتنبيها الناس عن الشيكنغونيا وتوعيتهم باللهجات المحلية وده الجميل أنه تخاطب المواطن بحسب لهجته وثقافته تخاطب ويدانه وعقله في آن واحد طيب لو كان في إشارة قبل الختام لتواصلكم مع الجهات الرسمية أنتو ذكرتوا أنه في وثيقة قدمت حتى أنه تجد الرضا والاستحسان ومباشرة التفاعل لو تكلمنا عن مباشرة التواصل المبادرة مع حكومة كسلة والحكومة هنا سواء كان بشيقيها السيادة أو الوزراء بالنسبة للمجلس السيادي مشى وفد بمثل أعضاء المبادرة وبمثل ابناء كسلة في عشر أشخاص من مختلف الخلفيات وتم تقديم المذكرة لأعضاء المجلس السيادي وتم تقبلها بشكل رحيب وتبنيها وحسي الاتصالات قايمة عشان يتم برضو تقديم نفس المبادرة لمجلس الوزراء تم تدشينها في كسلة على عرض الواقع وكان حاضرينها ناس الحكم المحلي في كسلة وتصادق وجود الفريق أول عزدين الشيخ وبرضو تبناها وتبناها العمدة كسلة وإن شاء الله إحنا ماشيين في السكة النميدة كمان إن شاء الله إحنا نحمد معاكم كمان بكل الخير طيب في الأخير لكل الناس المنضموا أيضا المبادرة وحابين ينضموا بشاهدون الآن سواء كان داخل السودان أو خارج السودان بمناء أمناء كسلة وغير أمناء كسلة حابين يقدموا الدعم المادي والمعنوي كمان الحجم الآثار المترتبة اللي كانت في شرقنا الحبيب يعني لو كان لكم أرقام هواتف أرقام حسابات تفضل هو حاليا إحنا عندنا فيسبوك بيج بابليك فيسبوك بيج يعني صفحة في الفيسبوك عامة عنده شروط ولا تضغط لايك لا تضغط لايك بس طبعا من شروط ونبذة العنصرية يعني أنت لازم توافق في النوم قاعدة في حياة عنصرية وإسماله الفيسبوك بيج مبادرون من أجل التعايش السلمي بين غسين سميناها معاك ومرحب بكل السودانيين من كل الوطن للمشاركة شعر نصديفك المرة الجاية والمبادرة تسهو تزهر كده في فضاء كسلة وتحلق في أكثر من سماع برحمة مات السلام لكل مناطقنا في السودان مقادرين جدا دكتور سامي محمد